كما قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي وجه بتنفيذ المرحلة الاولى خلال عامين بدءا من يناير 2016 مشيرا الى ان العاصمة الادارية الجديدة يتعين انشاؤها باحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر وتشمل المرحلة الاولى حيا حكوميا يضم عددا من الوزارات وحيا للمال والاعمال ومركزا تجاريا عالميا وذلك على مساحة 10500 فدان كان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا بحضور المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان واللواء امير سيد احمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات واللواء عماد الالف رئيس الهيئة الهندسية واللواء كمال الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية لمناقشة البدء في تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة